مرحبا بكم رجعنا لكم وصفة جديدة انشاء الله تكونوا بخير ولا يشتركوا بالقناة تفعيل زر الجرس شكرا كتير لكم يلا بي دقيق 300 غرام سكر 30 غرام ملح 5 غرام خميرة جافة 5 غرام خلط جيد حتى تنسجم مع بعض وانا حط اللي ما عنده ميزان حط بديل الميزان حامل بعد اللحظات حوضع مديل الميزان حليب سائل 150 غرام واحدة بيضة واحدة زبدة زائبة بالمكرويف او على المقود 50 غرام عجن جيد لمدة 10 دقائق طبعا الزبدة بس فقط انه تكون سائحة بحرات الغرفة او على المكرويف 10 سوائن 15 ثانية او على المقود بس فقط انه تسيح الزبدة او بحرات الغرفة مثل ما هي خليها عجن جيد لمدة 10 دقائق تقريبا لما عنده حليب سائل عنده حليب بودرة ممكن توضع حليب بودرة وبدال الحليب السائل يكون ماء دافئ يعني ينفع نبدل حليب السائل بحليب البودرة وماء بدال الحليب هذا عيار اللي ما عنده مزان هذا البديل بالكوب وهذا على اساس انه يسهل عليكم الموضوع تقدر انت تقوم الكاسر الحمراء والبلاستيك نفس الحجم فانت هذا ممكن يكون اساس عنكم هيك بعد مرتاحة 15 دقيقة مندهن الوعاء الوصنية بالزبدة او اي نوع دهون ممكن زيت ممكن زيت نباتي اي شي ما ممكن دهون او نوضع ورق زبدة اذا متوفر عنها بعد ما ترتاح تكون سهلة تنمج ما بتاخد وقت خالص طبعا الكمية انتو بتضعف الكمية حسب انتو شو احتياج انا بعمل كمية صغيرة عشان ما ارميها بنحدد طبعا تحديد اي شي متوفر عنكم سواء هاد البلاستيك او بالمصدرة او اي شي توفر عنكم موضوع مش صعب او بالشوك ندهن بنجيب البيضاء بنوضع مع ماء قليم الماء بنخفقها مع بعض وندهن الوجه طبعا بخصوص الزينة اختياري انا وضعت حب البركة للزينة واللي هو الحب السوداء وضعت الزعتر هو متوفر اي سوبر ماركت الزعتر وضعت السمسم طبعا بخصوص الزينة انتو حسب شو بتكون نسيب ترتاح تقريبا 30 دقيقة نصف ساعة بعد ما ترتاح نصف ساعة انا بنصح انه نحددها تاني نحددها بالبلاستيك او بالمصر نحددها تاني وندخل الفرن على اعلى شي درجة حرارة اعلى شي تكون انا اغلت الفرن من فوق من تحت وضعت صنية بالوسط تقريبا اخذت 7 دقائق اتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس شكرا لكتدا لكم مع السلامة اشتركوا في القناة